موسيقى موسيقى إلى باريس حيث يقيم هذا الرجل ابن السويداء سوريا مع عائلته اختار هذه الناحية الفرنسية للتعلم أولاً ثم للعيش والعمل الأكاديمي حيث يدرس في جامعة السوربون ويبحث ويكتب في الفكر والفلسفة وله أعمال متعددة في هذا المجال وفي اللغتين العربية والفرنسية هو خلدون النبواني هذه أطرح الدكتورة قمت بنشرها تقريباً كما هي كانت أطرح الدكتورة كماناً هابرماس هابرماس وديريدا حول اختلافهما في القضايا النظرية واتفاقهما في القضايا العملية هذا كتاب مشترك لي فيه بحث كنت قد ألقيته في معهد جوت في باريس لحضور هابرماس أو يعني كان موزوداً في المؤتمر وله قام بالرد على الباحثين أنا كنت من ضمنهم فلسفة في زمن الإرهاب نعم هذه الترجمة الأخرى نعم الفلسفة في زمن الإرهاب وهو كتاب لهابرماس وديريدا كنت أشتغل عليهما في أطرح الدكتورة وكنت بترجمة العمل طبعاً العمل بالفكر والبحث والفلسفة في زمن الفجائع أظن ليس بالأمر السهل لأن المقاسي بتبلبل النص تماماً ولكن الفلسفة ترافقت دائماً بتصور مع الفجائع ليس دائماً ولكن ليست الفجائع غريبة على الفلسفة وتاريخ الفلسفة يعني لو أخذنا مثلاً مقولة هيجل إن بومت مينيرفا لا تفرد جناحيها إلا مع الغصق أو إلا عندما يرخي الليل سدولة فالبومة أيضاً رمز للخراب بأحد المعاني بمعنى أنه يكون هناك كارثة وتأتي الفلسفة لتحاول تفسير الواقع الكارثي بشكل أو بآخر طبعاً هو كان يقصد هنا أن الفلسفة تأتي لاحقاً على الواقع ولكن أيضاً لو أخذنا هذا التفسير المجازي الآخر نجد أن الكوارث ليست غريبة عن الفلسفة بشكل أو بآخر ومهمتها تحليل الواقع ربما لتجاوز الكارثة وهي الظلم البومي البومي أيضاً عن بعض الشعوب عندها يعني هي أصلاً ليست مبشر للشر رمز للشر أو للموت لا، البومة هي حقيقةً رمز للحكمة البومة شويت دومينيغفا مثلاً هي رمز الحكمة عند اليونان اليونان دائماً رمزوا الحكمة أنا من ظلمت البومة أنت؟ على كل حال هذا مش إطار بحثنا كورونا كانت طبعاً كارثة بالنسبة للعالم بشكل عام كسرت إيقاع الحياة وأخلت المدن معظم المدن المهمة في العالم أخلتها من الناس يعني تحولت إلى مدن مهجورة كسرنا نشوف بعض الدواشر والكائنات يعني جراننا بالكوكب الحيوانات صاروا مفيتوا بالشوارع ما عاد يشعروا بالخوف من الإنسان أنت هي كانت مفيدة لبعض الناس أنهم عزلوا كتبوا قرأوا أنت أيضاً؟ يعني على المستوى الشخصي كانت مفيدة لي نعم أنا يعني لكن على المستوى الشخصي يعني اعتزلت بقيت خمسة وخمسين يوم لم أخرج من البيت يعني هنا في هذا البيت هنا في هذا البيت زوجتي هي من تقود للسيارة أنا لا أجيد خيابها يعني هذه رب ضارة النافعة أنهيت كتاب وقمت بتقريباً إنجاز كامل ترجمة كتاب صدر لي بالفرنسية ولقى نجاحن أكاديمياً نقلته إلى العربية وقتها وهو؟ وهو سميته بالعربية التباسات الحداثة كلمة ambivalence تعني شكراً؟ نعم هناك يعني شيء ذو حدين أو غير وضوح يعني شيء من الالتباس في فيه فارتقيت ترجمته بالالتباسات الحداثة لكن على المستوى العمومي طبعاً كورونا شيء جديد عاد سؤال الوجود، الموت، الخوف، الأوبئة التي هي أيضاً جزء من تاريخ البشرية عاد الإنسان ليتذكر وجوده بأحد المعالم وأرجو أن يتذكر أنه فتك كثيراً في الطبيعة يعني الحيوانات التي قلت أنها اقتحمت المدن هي ربما استعادت بعض من أماكنها المحتلة بأحد المعالم نعم، فتكنا بالحياة وبعناصرها وفتك البعض من القتل بأوطانه حجراً وبشراً وتاريخاً عجيب أمر البشر حين يستيقظ في دواخلهم ذلك المفترس الذي لا يشبع من القتل وليس من الالتهام مع خلدون النبواني لابد من طرح الأسئلة التي تطل على المعرفة ومن زواياها المختلفة وبخاصة منها الفلسفية والفكرية التي شغلته وبحث وكتب فيها الكثير تأملاً وترجمةً وكتابةً ولكن في البدء حين يكون اللقاء مع مغادر لمصخة رأسه ووطنه يحضر للتو سؤال البلاد وبخاصة إذا كانت البلاد دخلت في نفق الحروب والحرائق والمآسي والهجرات الطويلة سوريا الآن من دول التي سيطرت عليها الإرادة الإيرانية بأحد المعاني والدول التي سيطرت عليها العقلية العسكرية الإيرانية الرجعية بشكل أو بآخر وقعت في مآزق خطيرة على العراق، سوريا، لبنان هي دول تدار من قبل إيران، نعم واليمن أيضاً وبالتالي هذا الفخ وهذا النفق يتقاطع في بوتقة واحدة وسوريا للآن لا يبدو أن هناك حل قريب يبدو كما تعلم والكل يعلم يعني لم يكن منحظ للسوريين للثورة السورية يعني من الواضح مثلما ذكرت أنه جهزت لإجهاضة تيارات مختلفة عمل عليها على ما أعتقد تكون بديل وترحت كبديل تلك التيارات المتطرفة طبعاً هذه التيارات وصعت نشاط الدموي وصولاً إلى الغرب وأنت تقول تتحدث أظن في مكان ما عن فرق في تعريف الإرهاب بين التعريف السياسي والتعريف الفلسفي لنتحدث بداية عن العوامل التي أدت إلى نشوء هذه التيارات لابد هناك من أسباب وتراكمات ثقافي وتراثي يعني استندت إليها هذه التيارات يعني نعم هنا ربما سنتحدث فلسفياً إذا بحثنا في الجذور والأصول العميقة البعيدة التي أدت إلى مثل هذا الوضع الكارثي والتطرفي بشكل أو بآخر في سوريا هناك شعب ملغى من السياسة محروم من ممارسة السياسة محروم من ممارسة دوره ككائن اجتماعي سياسي لديهم من يقرر عنهم من يخطط عنهم ليس لهم أيضاً الحق في التدخل في السياسة هم ليسوا مواطنون هم رعاية بهذا المعنى كان هناك حرمان من الحياة السياسية التي أدت مع انهيار كل المشاريع العربية التي كانت موجودة في فترة من الفترات ربما قبل قدوم البعض إلى السلطة وفي الخمسينات كان هناك تيارات كثيرة قومية ويسارية وكانت بحالة جيدة صحية بمعنى أن الواقع على سوءه في تلك الفترة كان يسمح بالتعدد والاختلاف والمنافسة هذا مع بداية تشكل الدول الوطنية تماماً ولكن الأمر ما لبث أن وقع تحت حكم العسكر يعني ربما ابتداءاً من انقلاب الضباط خمسينات تماماً وقاموا بإلغاء السياسة إلغاء المجتمع تم إنهاء المجتمع وإنهاء الدولة وتم توحيد كل المصالحات في شخصية القائد ليس فقط القائد ابن الوطن وإنما القائد الخالق للوطن وبالتالي هنا تم حرمان هذا الشعب ووجد في الدين مع انهيار كل المشاريع وجد في الدين البسيط الذي يمكن تسييسه يعني قبولاً كبيراً ومن هنا يعني كيف وجد الإخوان المسلمون مثلاً صدى ولدى الإنسان البسيط الإسلام الشعبي البسيط رغم عدم وجود حالة من التطرف حقيقةً في سوريا أو لبنان أو إلى ما هنالك ولكن تم وقع هؤلاء فريسة سهلة وقعوا في الفخر لرصبه تماماً تماماً وبالتالي هناك عوامل كثيرة منها بشكل أساسي ترك سوريا في مواجهة الاستبداد يعني الذي أطلق يده في قتل الناس والشعب لماذا ترك السوريون لهذا المصير المأساوي يعني يعني حصلت ثورة تونس بسرعة حصلت ثورة مصر بسرعة بعد ذلك كل الثورات في الربيع العربي تقريباً أخذت جانب تراجيدي كان هناك مراجعات غربية ومراجعات إقليمية هل نترك الربيع العربي يتمدد؟ هناك دول لا مصلحة لها في الربيع العربي لا تريد ديمقراطية وهناك مرة هنا على ثورات ربيع عربي بمعنى الديمقراطية الإسلامية وهذا فيه شيء من التناقض يمكن الاستفادة فيه وسميه مفارقة الديمقراطية بمعنى أنه في حال سمحنا الديمقراطية فالإسلاميون هم الذين سيفوزون بالحكم وتم التنظير له بشكل كبير وبث دائم على التلفزيون لمنح هؤلاء هؤلاء لم يكونوا حقيقة ديمقراطيين بمعنى الديمقراطية تحتاج لكي تكون سليمة إلى أن تكون تتأسس على مبادئ قوية وأصلية ولم يحصل هذا ويبدو هذا لصالح المحيط الذي يتألف من ثالوث بعضه يحاول استعادة أمجاده الإمبراطورية الفارسية من جهة والعثمانية أو التركية من جهة أخرى والبعض الآخر يتكئ على الأساطير وحلم الأرض الموعودة وجميعهم يتخذ من الدين عباءة وخطابا ومرجعية إديولوجية تسهل طريقه وتطيل أمد حلمه المستحيل الذي ينعكس كابوسا دمويا وفجائعة تعيشها أعرق الحواضر في عالمنا العربي موسيقى 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 هذا الكتاب لمبي فالانس للمودينيتي وصدر عن دار الأغمة وحقيقة هذا الكتاب فاجأني بأي معنى فاجأك؟ فاجأني بأنه لقى انتشار أكاديمي لطبي طبيعة يكون حظيرا ولكن كبير هناك 18 جامعة تهتم به هناك 35 جامعة أخر أتذكر هناك 18 جامعة أمريكية أخذته و تم النقاش حوله وأيضا هناك السوربون وهناك لوفان في بلجيك يعني هو يعتمد ضمن المناهج البحثية للجامعات نعم يعني هناك وحتى أن وكيبيدي اعتمدته كأحد مراجع للحداثة طيب سيدي لنتحدث عن تجربتك وخياراتك في المعرفة أنت ولدت وتكونت في ظل نظام استبدادي وشمولي عنده خطابه وعنده نصه وعنده أدبه أيضا وشعره وموسيقته لكن يبدو كانت لك نوافذ أخرى في القراءة والمعرفين فتحت أمامك دروب السؤال الفلسفي قائمي أولا على السؤال من هم الذين مهدوا أمامك هذه الطريقة؟ يعني كثر وربما الأدب قبل الفلسفة بمعنى آخر أن من قادني إلى الفلسفة هو الأدب نحن أيضا في سوريا قياسا مثلا بلبنان أو بعض الدول الأخرى يعني ليس لدينا من وسيلة نحن أبناء الشعب الفقير سوى اللغة العربية للاطلاع فكان كنت مهووسا بالأدب ومحبا للأدب ولازلت لحد الآن ولكن الأدب بدأ يقودني إلى أشياء أحبها وجدت نفسه أميل إلى نمط من الأدب التأملي للأدب الفلسفي في قادني بشكل أو بآخر إلى الفلسفة بالله في دمشق الأساتذي اللي درسوك كانوا صادق جلال عظم أظن وبرقاوي وأحمد برقاوي الدكتور أحمد ودكتور يوسف سلامة ودكتور طيب تيزيني نعم ومزموعة أخرى ولكن هم الأبرز هؤلاء الذين أيضا حينما حانت لحظة أخذ موقف أخلاقي مما يحصل بسوريا كلهم مالوا إلى الثورة وأخذ موقف أخلاقي ضد الاستبداد وعلى حساب حياتهم واستقرارهم العائلي والأكاديمي والوظيفي وإلى مهنة نعم نعم بتقول أنه دخلت الفلسفة تقريبا من باب الإيديولوجيا حكم التيارات اللي كانت في ذلك الحين اليسار والماركسي والأسادي معظم أنه كانوا في الماركسيين طبعا كيف نجوت يعني من هذا الإيديولوجيا لأنه ليدخل في هذا الفخ أيضا يعني فيه صعب أنه يخرج منه بسهولة بيصير عنده معايير لكل الأفكار الأخرى يعني كان هناك شيء من ما نسميه البرديجم النموذج الصندوق الذي يصعب الخروج منه وكانت الماركسية في تلك الفترة في جامعة دمشق على الأقل هي الصندوق الذي أغلق بشكل أو بآخر أبواب الفكر كانت الشجرة على أهميتها وتماريها المهمة الماركسية لكنها الشجرة التي حجبت عنها الغابة كانت الشجرة التي حجبت الغابة غابة الفلسفة ودخلت وكنت معجبا بهؤلاء طبعا بشكل كبير الدكتور صادق العظم الذي كتب دفاعا عن المدية والتاريخ مع انهيار الاتحاد السوفيتي الدكتور طيب الذي كان طيب تيزيني الذي كان لديه شيء من الماركسية القوية الدكتور أحمد كان لديه ماركسية متحررة إلى حد ما لديه مزاج متمرد قليلا ويصعب وتأطيره في الماركسية ولديه طقص إذن في الطاقة طقص شاعري وإلى ما هناك الدكتور يوسف لا كان يغرد خارج السرب الدكتور يوسف سلامة ما حصل أن حين وصلت إلى الجامعة كان يتفكك هذا الصندوق وكان هناك مراجعات كبيرة وجدت أيضا يعني في سارتر تحديدا في تلك الفترة نوعا من المخرج بصراحة أخرته حتى خرجت من الماركسية خرجت من الماركسية عبر الماركسية نفسها بمعنى مراجعات الماركسية التي قامت ربما مع مدرسة فرانكفورت بشكل أساسي ثم في مرحلة لاحقة جاء نيتش ونيتش صدمة نيتش صدمة يجعلك يعني أيضا في حال صراع مع نفسك هناك ميراث من الفلسفة العقلنية وفجأة لغم لغم حقيقة في تاريخ الفلسفة يفجر كل هذه الأمور مما سخل علي إقامة مراجعات دقيقة ما أخرجني حقيقة من الوضع في النهاية كان جاك ديريدا ديريدا له الفضل الكبير حقيقة ليس فقط لما له فائدة ومتعة وقدرة على الذهاب إلى مناطق مجهولة حقيقة ولكن أيضا هو عميق وهو يعني لا يمكن إخراجه من تاريخ الفلسفة هو جزء من تاريخ الفلسفة وجد لي حتى إذا أردنا التسمية ولكن لديه أبحاث أراد أن يعيد إلى الفلسفة ما أقصده منها استطعت أيضا أن نقيم مسافة معه حتى لا يبتل يعني في النهاية نعم يعني يبدو أنت في حالة بحث دائم يعني لا تستكين إلى فيلسوف أو إلى فكرة معينة تبحث عن ماذا؟ سؤال جيد ربما أبحث في كل ذلك عن نفسي التي يصعب وتأطيرها ليس لأنها عصية على الفهم فقط وإنما لأنها متغيرة وبالتالي هو بحث عن الذات عن الأسئلة الكبرى أسئلة الوجود، الموت، الحياة، المغزى والمعنى من هذا الوجود وبالتالي أتمنى أن لا يكون التحور سريعا بشكل كبير يعني التغير دائما بهذا الشكل السريع ولكن مراجعة للذات مهم جدا وإلا يعني لسجلنا أنفسنا في قفص ما من هنا أميز ما بين الحرية والتحرر الحرية نفسها قد تصبح قفصا قد تصبح سجنا بالخروج أحيانا من سجن الحرية نحتاج إلى تحرر من هنا نحتاج إلى فكر سائل في هذا الإطار ممكن الآن نتحدث عن فلاسفة معاصرين يعني عندهم أطرحات واضحة كما حال الأباء الكبار اللي أنت يعني غادرت أو خنت أو قتلت يعني كما يقال من أرستو إلى دريدة اللي تفضلت حكيت عنهم إلى نيتشيا إلى سيواه فينا سمي فيه اليوم فيلسوف يوجد توجد ورش فلسفي أو أفقار يعني تفضل نعم هناك ورش فلسفية الآن الفلسفة في أزمة حقيقية الفلسفة الجامعية هي ورش فلسفية يعني لا يصعب أن تجد أو أكاد أجزم بأنك لن تجد فيلسوفا في الجامعة الآن يعني إلا اللهم من يكتب وهو في الجامعة له وظيفة جامعية ويتفلسف من خارج الإطار الجامعية الجامعات اليوم هي ما نسميها يعني كنائس غير مرئية يعني هي ورثت الكنيسة بشكل أو بآخر الآن الفلسفات حتى في الأماكن التي درسنا فيها أو ندرس فيها هناك مخابر ومختبرات للمعايير وعلم الاجتماع وبالتالي أنت محصور ضمن قيود تمنع الإبداع تمنع الإبداع بشكل حقيقي الفلسفة الآن خارج الجامعة هناك فلاسفة ظهروا طبعا ولكن علينا أن نعيد أن نقبل بإعادة تعريف الفلسفة بعد هيجل نعم الفلسفة كان ماركس يقول الفلسفة يعني أنهت نفسها مع هيجل قد اكتملت وبالتالي لا يعني هذا قد نفسره بوصفه موت الفلسفة وموت الفلسفة من أهم خطابات الفلسفة الحديثة والمعاصرة يعني خاصة الفلسفات المعاصرة نجده لدى هيجل نجده لدى ماركس نجده لدى فيتجينشتاين ونجده لدى خايديجر وكثيرون من الفلسفة الذين أرادوا أو قالوا بموت الفلسفة لكن الفلسفة مستمرة الفلسفة بالمعنى الذي صوره هيجل بمعنى النسق الكامل لتفسير الكون والعالم أصبح خطابا من السرديات التي مضت بفضل الفلسفة الآن تجاوزتها السرديات وهناك فلاسفة ظهروا نعم ديريدا فيلسوف بكل معنى الكلمة جون بودغياغا المظلوم في تاريخ الفلسفة من أهم أيضا من كتب في الفلسفة مشيل فكو أنا متحمس للخطاب الفلسفة الفرنسي المعاصر نعم ولكن أيضا هناك أصوات أخرى ربما لا تكون واضحة لأن الفلسفة ظهر بعد فترة ظنك العلوم يعني العلوم المعناها الفيزيائي والكيميائي يعني العلوم والاتشافات العلمية ربما أثرت على المخيلة العاملين في الحقل التأملي الفلسفة تماما الوضعيا ربما الغموض في مكان ما يعملها الحيرة ثم تفكر تبحث عن جواب ما تماما اليوم في أجوب كتير العلم هو أجاب عنها وليست الفلسفة طالما الفلسفة في سؤال يعني أيضا أجوبة العلم محدودة برأيي بمعنى أنه يعني هناك أسئلة تظل موجودة نعم سؤال الموت سؤال الخلود سؤال أبديها تظل أبديها ولم تنتهي يعني على رأي كونت طالما الإنسان موجود ويتأمل بهذه الأسئلة ستظل مستمر العلم لا يستطيع أن يجيبك عن الموت يستطيع أن يجيبك عن توقف الأعضاء فيزيولوجيا هنا لجوء الكثير من العلماء إلى الشلسفة بلحظة من لحظاتهم كما فعل أينشتاين على سبيل المثال أو كما رأى كونت أن العقل النظري على كل يعني ضخامته وأليات المعرفة المهمة التي أسسها إلا أنه يصل إلى نقطة عاجز عنها هنا يفتح الباب أمام العقل العملي أمام الدين إذا أردنا الدين هو خطوة لاحق عليها يشتغلها برماس أيضا الذي وجد أن الخطاب الديني هو خطاب متمم ليس فقط يتجاوز الخطاب العلمي ولكن أيضا يتجاوز الخطاب الفلسفي بمعنى هناك عودة إلى الدين لمبعد الحداثة هذه مأزق الحداثة الحداثة جاءت بلحظة لتلغي التفسيرات الكبيرة وبخاصة تفسير ديني وجاء العلم بخاصة مع عصر التنمير أن العقل قادر على الإجابة على كل الأسئلة وقادر على العلم قادر على تحقيق التقدم والسعادة للإنسان ولكن ذلك كان شيء من الإديولوجيا الساذجة أو الأحلام الساذجة التي تكشفت فيه لاحقا عن مآزق للحداثة نفسها وهكذا يبدو لمماص من العودة إلى الوداية إنما في كل مرة بعدة جديدة قد نسميها الحداثة كمثل البحر والبحار الذي بدأ بقارب خشبي وانتهى بسفينة عملاقة لكن لا إبحار بدون هذا النهر أو ذاك المحيط وإذا كانت المعرفة تطمح لتفسير العالم مثلا أو لسعادة الإنسان يبقى السؤال مفتوحا على احتمالات لا متناهية لأن كل ما تمه ومحاولات في الفهم وليس فيه من إجابات يغفنية وشافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة